حين رفع ممثلو الأحزاب المسيحية من وثيرة مطالباتهم باعتماد طرح لقاء الأرثوذكسي للانتخابات على طاولة اللجنة طرح الناء بكرمشي باسم جبهة نضال المشروع الأبعد مدى وهو انتخاب مجلس للشيوخ على أساس طائفي ومجلس نواب لا طائفي واعتماد لا مركزية الإدارية لا شك أن المسألة أثارها اتفاق الطائف لكنه وضعها في إطار خطة مرحلية أولا الطائفي السياسي إلغاء مشروط بإلغاء الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ مشروط بإجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي في مراحل وبعدين مش بها الخفة منقول بنا نعمل مجلس شيوخ وبنلغي طائفية طائفية وبعد كل الأحزاب بالبلد مذهبية طائفية يفترض أن تتمثل في مجلس الشيوخ جميع العائلات الروحية لكن لم يحكى عن نسبة التمثيل وتنحصر صلاحيات المجلس بحسب المادة 22 من الدستور بالقضايا المصرية التي لم تحدد أيضا وبالتالي فأن الوصول إلى مجلس الشيوخ بحسب الدستوريين يحتاج إلى سنوات طويلة الكلام الجزافي الذي يحكى هذا يسيء إلى إمكانية التوصل إلى حلول آنية لإجراء انتخابات لا شك أن إنشاء مجلس الشيوخ مطلب محق لكن طرحه اليوم جاء كردة فعل لن تسلك بسهولة إلى الخواتيم المرجوة كما يبدو ترجمة نانسي قنقر